هل يمكن القول انه عملية اصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انطلقت فعلياً سؤال طرحه اليوم الفونس ديب بجريدة المستقبل ناقلاً عن الوزير سجعان أزي انه مجلس ادارة الضمان غير منتج ولم يطلب اعفاء غير الحاضرين يعني ويستهدف أزي تحريك عملية الاصلاح بالضمان الراكدة وتغيير السلوك المتبع بالتعاطي مع ملفات ذات الشأن هل سينجح الوزير أزي حيث فشل قبله يعني آخر يعني أقل له يعمل محاولة الحقيقة ان الوزير سجعان أزي هو وزير نشيط وعن بيشتغل هلأ ملف الضمان انا بخاف ان يكون اكبر منه يعني كمان ملف سياسياً سياسياً وفساد ومافيات وكل الاشياء مع بعضها يعني فأقله على وزير مسؤول انه يحاول يصلح المؤسسة وانه يحاول يغير فيها شيء ونحن رهاننا دايماً على المحاولة يعني نحن كلنا بنعرف قده فيه فساد بالبلد ولكن هل نستسلم قدامه ومنقول خلاص هيدا واقع البلد وما فينا نعمل شيء او بدنا تظننا نعمل محاولات انا برأيي انه بدي حيي الوزير يعني منه نطرني يمكن هو بس انه بدي حيي على المحاولة يمكن يقدر يغير 10% يمكن يقدر يغير 20% يمكن يقدر يغير اكتر بس 10% انا كمواطن اذا بيغير لي بعض الاشياء الصغيرة انا يمكن بتفيدني واخر شي انا بدي مصلحتي انا كمواطن وكأي مواطن تاني بدي خدمي من هيدا المؤسسات اليوم بتقليلي بس اذا فتنا ولا اينا والله وقفين بالصف بنظامين مش 200 واحد بيفوت علينا يمكن او كذا اذا بتفدي رأم وبتقدي بتنطري على رأمك يمكن بعض الاشياء الصغيرة احنا بتنعمل بالمؤسسات بتحسن نوعية الخدمة بتكون يعني خطوة لقدام هلا شو مشروعه انا حياتا ما عندي يعني ريتم بارح وشفت وحكي هو للنهار انه عبيعمل هيدا المحاولة بتمنى له النجاح فيها بس ما بعرف قدي جوه كيف التركيب وقدي بيقدر يصيب سيصدم هنا ايضا سيصدم حتما سيصدم ورح تأخذ الامور بالطائفية وبالمذهبية بس انه بدي ظل الواحد يحاول بدي ظل يحاول موضوع اخير اليوم كمان اضعت عليه المستقبل هو تأكيد محكمة استقناب في نيويورك حكم للمحكمة البدائية يقضي بدفع 1.75 مليار دولار من الاموال الايرانية لعائلات امريكيين قتلوا باعتداء وقع في بيروت عام 83 هل ممكن نقرأ هذا الحكم او تأكيد هذا الحكم بمنظار ما يجري اليوم من تطورات لسيما على سعيد التواصل الايراني الامريكي الامريكيين مجمدين لهم كل هالمصاري بدون ياخدوا عليهم وشاة فوائد قبل ما يعطوني اياههم فبتمروا يعني منه مبلغ كبير يعني ما الا منغزة معين بالسيويسي هذه هلا ما بعرف لانه هي توقيتها يعني جاية بمرحلة المفاوضات المتقدمة عادة يعني بتفهمي عقوبات وقتل بيكون ما في تفاوض بصيروا يزيدوا عليهم العقوبات والتديئة وكذا هلا هي جاية بمرحلة التفاوض شو كيف تنقرى حقيقة ما اني قادر فسرة يعني بهاي المرحلة بس انه ممكن تكون فعلا اجراء محكمة روتيني وطلع بهيدا الوقت بالصدفي يعني بس دايما نحنا كل ما يصير شغلي حتى لو كانت كير بسيطة نظريت المؤامرة نحاول نظريت المؤامرة ونركبها يعني طيب نظريت المؤامرة هل تسري على اللي عم بيصير بالموديال بالبرزيل هيك لنختم حديثنا بشي مرح خارج عن الأجوال لالك شو انه انا كنت مع المانيا وقت الربحة انا مع المانيا زعلت على الفريق البرزيلي لانه فريق ميز ولعبه حلو عادة وكذا بقبله يخسر على واحد او على اثنين بس انه سبعة واحد كانت كتيري هلأ في طواطق انا بشكل انه يكون في طواطق انه البرزيل كانت تبيع هيدا الماتش بشكل انه على ارضه وببلده وشعبه كله بده يقوم عليها ونزلوا كسروا ونزلوا خربوا يعني بتصير هيدا بغير مطارح بس انه يحرموا حالهم انه هن يكونوا الفيز بالمونديال ويطلعوا لبره بهالطريقة المزلة بشك انه يكون في صفقة وقبضين حقها نعم لانه شأن كل المباراة يعني بتصير وبتصير فيها هالخسارة المدوية يقال انه اشتم شراء لعبين وغيره وبأي حال اليوم بدأنا بالنهار ورح نختم فيها مع ارمان حمصي الكاريكاتور اليوم الصحيفة عن موضوع المونديال رسم من دون تعليق رجل برازيلي عميرتي توب او ثقوب عفوا بشباك مرمى احدثتها كرة قدم صعب يمكن هلأ من هيك تمحى من الذاكرة لا اكيد اكيد هي اصلا البرازيل على ارض ما اخدتها يعني قبل بمرة وهلأ على ارض تبهدلت وبالنسبة للفينال يعني رح يكون اوروبي امريكي عمليا هيك صار اي اكيد الماني ارجنتين واللبناني متابعين لهذا اللبناني في قسم كبير مع الارجنتين اول مرة ما اختلفوا على اسس 8 و14 اختلفوا على اسس اخرى ما تكرر الهام بلايهم موضوع ثاني 8 و14 يختلفوا على هين يعني ما في مشكلة احنا المهم نظلنا نختلف بهالموضوع استاذ غسان حجار مدير تحرير جريد النهار انا بدي يعني اشكرك وصلنا لختم حديثنا اهلا وسهلا فيك معنا بكلام بيروت حضرتك دايما حاضر بمقالاتك واليوم بشخصك الكريم اهلا وسهلا فيك شكرا ايضا للمشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة